2007 فاكرين العام ده ده فات عليه 11 سنة كانت تنتشر انتشرت حوادث تعذيب في عدد من اقسام الشرطة كان المد سوق ناوي والمعارضة جديدة للرئيس الاسبق مبارك وانتشرت صور التعذيب وفيديوهات افلام لتعذيب المواطنين في اقسام الشرطة في عهد وزير الداخلية الاسبق حبيب العدل وكانت بتنتشر عبر ايه التصوير عبر الموبايل عبر التليفون المحمول وزير الداخلية في هذا الوقت خد قرار بايه علغة او نبع على الزباط بمنع التعذيب في الاسبق لا منع دخول الموبايل منع دخول التليفون المحمول لاسبق القصة دي انا افتكرتها لما لقيت كم مدرسة معلقة يفطى بتقول فيها ممنوع التصوير داخل المدرسة وبجوار حرم المدرسة واسناء خروج التلاميذ من المدرسة ما فيش تصوير لو كاميرات قناة راحت هيطبط عليها ده منشور اهو على كل الجروبات بيقول ايه امر اداري رقم كذا بتاريخ كذا على بياض السيد الاستاذ الفاضل مدير عام ادارة منطقة كذا التعليمية يتم التنبيه المشدد على السادة الافاضل مدير المدارس لجميع المراحل التعليمية بعدم السماح لدخول اي من الوسائل الاعلامية المسموعة او المرئية او المقروعة لحرم المدرسة الا باذن وتصريح كتابي من الامن بدوان الوزارة ثم المدرية ثم الادارة التعليمية يعني احنا لو عايزين كقناة نروح نصور تقرير من مدرسة يبقى لازم اروح اخد موفقة الامن ادارة الامن بدوان عام وزارة تربية والتعليم وبعد كده اطلع المدرية التابع لها المدرسة اخد موفقة وبعد المدرية اطلع الادارة التعليمية ده كل ده عشان اصور تقرير طيب ايه التنبيه التاني عدم السماح لأي شخص من المدرسة او خارج المدرسة او خارج المدرسة تخيل باستخدام التليفون المحمول في التصوير للاشخاص او التلاميذ او المباني بالمدرسة حفاظا على سلامة سر العملات التعليمية طب لو واحد بيستخدم محمول برة وبيصور اشخاص او تلاميذ او مباني هيأثر ده ايه على العملات التعليمية انا معد كده جنب مدرسة فلاقيت حاجة لفت الانتباع في المدرسة فصورتها بالتليفون المحمول تأثير ايه ده على سر العملات التعليمية ممنوع الادلاق باي احاديث اعلامية باشكالية المختلفة الا باذن كتابي من الوزارة ثم المدرية ثم الادارة التعليمية يعني انا لو انا مدرس او مدير مدرسة صحفي عايز ياخد مني تصريح حصلت عندي كارثة او حصل عندي تطور ما ايجابي من السلبي في قلب المدرسة اقول له بعد اذنك هروح اخد اذن كتابي من الوزارة ثم مدرية التربية والتعليم ثم الادارة التعليمية انا بوجه هذه الرسالة وهذا السؤال للسيد المحترم وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوق رجل مستنير هل حضرتك اصدرت هذا القرار او هذا التعميم اخشى ان يكون صدره وانت لا تعلم به او عنه شيئا هل حضرتك اصدرت القرار ده هل حضرتك لو قرار ده صدر وانت على علم به هل معنى كده ان انت موفع عليه ينفع سيادة الوزير ان احنا نبعد كاميرا تصور في مدرسة فيتم القبض على المراسل والقروب بتاع التصوير هل حضرتك هتمنع الناس وهم ماشيين في الشارع حاولين المدرسة انهم يصوروا يطبط عليهم هل ده كلام هو المنع علشان ايه هل في المدرسة بيتم حاجة حضرتك ومعاونوك مش عايزيننا نعرفها بالعكس اللي انا فاهمه من كلام حضرتك منذ ان توليت المسؤولية حتى الان ان العمليات التعليمية بتاشت التطوير لم تشهدوا مصر منذ عشرات سنين يبقى المفروض ان انت بتفتح لنا ابوب المدرسة عشان ننقل حجم التطور الرائع والمزل والفصيع والمريع للرأي العام وبالتالي احنا كاعلام بنسندك لكن ازاي تمنع ان احنا نصور احنا او السادة المواطنين او اي حد معد وبعدين اعتقد لغة ان اي بسؤول ممنوع الادلاء بتصريح لما احصل على موفقة الوزارة دي لغة خلصة بقى ده الواحد ممكن يعمل حساب ليه كده على الفيسبوك ويكتب اللي هو عايزه يا اخواننا العصر اتغير يا اخواننا انتو بتتكلموا على عصور حجرية الدنيا اتغيرت خالص خالص مالس والله العظيم انا لما بقر المنشورات دي بستعجب بقول هو لسه في حاجات زي كده في البلد دي والله بندعش لكن ده واقع اتمنى تصحيحه من السيد وزير التربية والتعليم والله لو القرار ده طلع بمعرفتك اتمنى انك تكلمنا وتجري معنا المدخلة وتشرح لنا القصة بالكامل ويه تناقشنا فيه يمكن تقنعنا وبالتالي نبدأ نقول لكل المصريين المية واربعة مليون لو انت ماشي جنب مدرسة ومعاك موبايل اوعى تفكر انك تطلع الموبايل وتصور صورة المدرسة هيطيبت عليك طلع ده ممنوع النهار ده